بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة عين جودي عين جودي لمسلم ابن عقيل لرسول الحسين سبط الرسول لغريبين بين الأعادي وحيدين وقتلين لنصر خير قتل أيها بنا أيها بنا أيها بنا أبكمان 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 قد بكاه أحمد شجوا قبل ميلاده بعهد طوي وبكاه الحسين والآل لما جاءهم نعيه بدمع همو أولي لست أنساه بينهم يتهادى للدعي الرذيل ابن الرذيل طاويا ضاميا عليلا جريحا طالبا منهم رواء الغلي بكت كدما بكت كدما يا ابن عم الحسين مدام عشيعتك السافحة ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحا لأنك لم تروى من شربة ثناياك في عاغدت طائحا رموك من القصر إذ أوثقوك يا مسلم فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقه ألست أميرهم البارحا قتلت قتلت ولم تدري كم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة وكم طفلة لك قد أعولت تحييات وجمرتها في الحشاء قادحا يعززها السبط في حجره لتغدو في قربه فارحا تقول يا تقول يا عم مضى مني أبي فما ليتيمته النائحة واسف الجسد ذبوه من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام وراحت للبشارة وحسين ظلية رجوين قطعة أخبار وزينب وزينب تناديش خبار مسلم يا أبي العين يا حسين مسلم ما لفيت منا مكاتي ش السبب ما يطرش خبار نعرف الترتيب قلبي على مسلم مني الكوفة ترمريب إذ بحو علي وخانة وبعهد الحسن يحسي قال هالخبر جاني قال هالخبر جاني عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصر الإمارة ذابين وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ورد في زيارة ناحية المقدسة حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق وباذلا للمجهود طويل الركوع والسجود زاهدا في الدنيا زهدا راحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفة وهمتك عن زينتها مصروفة وألحاضك عن بهجتها مطروفة ورغبتك في الآخرة معروفة أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمنّ علينا بالخير والرضا ويعجّل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد من المواضيع المهمة جدا في مدرسة عاشوراء هي نظرة الإمام المعصوم إلى الموت ونظرة الإمام المعصوم باعتبار الولي القريب من الله عز وجل إلى الحياة كذلك لما نتكلم عن الموت يعني بالضرورة نحن كذلك نتكلم عن الحياة والعكس بالعكس هذه الليالي أيها الإخوة تعيد التوازن الروحي والثقافي والفكري وتربطنا بأهل البيت عليهم السلام إذا كنا نأخذ من المعين يعني هذا السؤال أنه نظرة الإمام الحسين عليه السلام إلى الموت والحياة هذا اللي يحدد إحنا نظرتنا في الحياة وطريقتنا في التعاطي مع الأمور ومجريات الأحداث أهل البيت علمونا أن نظرهم دائما إلى الآخرة وطنهم الذي ينتظرونه الوطن الذي منه أتوا وإليه ينتسبون هي الآخرة فهو في شوق دائم إلى الجنة فحياته يعني هذا الفترة اللي يشغلها في الحياة الدنيا مجرد قنطرة للآخرة يقول علي أمير المؤمنين سلام الله عليه خذوا من ممركم لمقركم هناك المقر الإنسان في الدنيا مجرد استثمار يستثمر جهده يستثمر طاقاته وما يسوف حتى يصل إلى هذه النتيجة حتى لا يكون صفر اليدين بالآخرة الإمام الحسين سلام الله عليه يعيش هذه القضية بدقة متناهية وكذلك الأولياء حسين نحن نتكلم عن حسين سلام الله عليه ترى نحتاج لنا يعني تنظيف نفسي ورقي روحي يحتاج لنا كثير كثير يعني نترقى حتى نتفهم ونكون قريبين من حالته وكولي ونظرته إلى هذا الموضوع الحساس فإذا أدى الولي الحسين إذا أدى مهمته المطلوبة منه في الحياة ذيك الساعة يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرم يضجر يعني برم من الضجر بعد ما في إذا الإنسان أدى مهمته في الحياة خلاص أصبح أنه ينتقل إلى المقر شوفوا الكلمات شلون ساخنة في الوصف يقول في زيارة الناحية يقول زاهداً في الدنيا زهداً راحل عنها الإنسان كثير يعيش يعني هذه السنين المعدودة وبالأخير سيترك الدنيا الولي عينه وبصيرته ثاقبة ما يتمسك بشيء مؤقت يقول زاهداً في الدنيا زهداً راحل عنها ناظراً إليها بعين المستوحشين منها ليش؟ لأن الملذات مجرد شواغل في هذه الدنيا فهو يستوحش من الحياة إلا أن تكون هذه اللذة فيها معنى إلا أن تكون هذه اللذة فيها ما يصيب الإنسان شأن الآخرة آمالك عنها مكفوفة مكفوفة يعني مقطوعة ما عنده آمال الحسين اللي إحنا نبكي عليه ونحيي شعائرة ما عنده آمال دنيوية أبداً آمالك عنها مكفوفة وهمتك عن زينتها مصروفة ما عنده انصراف لزينة الدنيا وزبريجها مطلقاً لا يرى أي اعتبار لزينة الدنيا وألحاظك عن بهجتها مطروفة أفكار ملاحظات ما يحركه في الحياة ما يتوجه إلى الدنيا وإلى شؤونها وين الحياة يعني نظرات أين تتركز ورغبتك في الآخرة معروفة أو معروفة زين الرغبة فقط في الآخرة وليست في الدنيا لهذا شاء بعد هالمقدمة شوف التفت لي شأن الأولياء شأن الأولياء وقد يستغرب الإنسان اللي ما يعيش حياتهم قلت لك احنا قاعدين نترقى والموضوع جداً مهم وقاعد نقترب إلى نفسية كثير 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 أعلى منه زين هو رسول الله صلى الله عليه وآله شاف الحسين على العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يعني يحتاج الإنسان يترقى كثير الولي سهل عليه بعد معرفة التفاصيل أن يتمنى الموت نحن صعب نتمنى الموت يقول القرآن قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم شنوا أولياء لله شنوا الضابطة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لا يمكن أن يتمنى الظالم الموت وهو يعرف العاقبة أهل البيت عليهم السلام يتمنون الموت لأنهم يعرفون ما بعد الموت وهناك ظاهرة أخرى عجيبة في حياة أهل البيت عليهم السلام ولازم نوقف عليها بإمعان هي حديثهم عن شهادتهم لماذا الحسين عليه السلام حدث عن شهادته لماذا رسول الله حدث عن شهادة الحسين لماذا أمير المؤمنين تحدث عن شهادته نفسه هو ما ينتظر أشقاها ولكأني بهذه خضبت من هذا دائماً يتكلمون عن هذا حتى الزهراء عليها السلام حتى الإمام الحسن عندنا أحنا يتكلم حتى عن زوجته اللي هي دست له السم فكانوا يقولوا يا ابن رسول الله إذن طلقها يقول إذن من الذي يقتلني ليش هذا الإصرار بحيث الحسين عليه السلام شنو وراء هذا إنه يقول كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان كلام يعني يعني يهز الإنسان تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا يتكلم عن مقتل بالتفصيل حتى أمير المؤمنين كان يتكلم عن تفصيل مقتل الإمام الحسين في طريقة إلى الصفين لما وصل إلى كربلا خط خطة زين خط خطة على الأرض وهو يقول ما لي ولي آل أبي سفيان وقام يبتي على الحسين ابن عباس يقول شفته يعني تعجبت أنا فروال قال لشوف ها هنا يسقط من الجواد ها هنا يأتيه السهم ها هنا كذا ظل يمثله أمير المؤمنين يمثل لأن حادثة الحسين عاشت في وجدان العترة زين أذكر هذه الرواية يعني أنا تهزني من أعماقي أمير المؤمنين في جامع الكوفة يخطب على المنبر وهو يعني يبين كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله زين وعين حرست في سبيل الله بعدين يشوف الحسين جالس تحت المنبر يقول وعين بكت لولدي هذا يأشر على الحسين وهو جالس تحت المنبر شوف النص موجود وعين بكت لولدي هذا الكلام أنه ليش أهل البيت عليهم السلام كانوا يتكلمون عن مقتلهم ومرات حتى عن الموعد زين السبب طبعا بين قوسين أهل البيت يبرهنون على إمامتهم لأن الله عز وجل أطلع محمدا وآل محمد على الغيب صلوا عليهم فهم مطلعون على الغيب لكن أكو غاية ثانية إذا كان الإمام الحسين يعلم بأنه يقتل يصير عنده مأرب دنيوي في خروجه وفي نهضته وفي حركته يا ناس يا بشر أنتوا اللي حللتوا قضية الحسين وظلمتوا حركة الحسين أنا أتكلم عن محللين وفقهاء من مذاهب الإسلام وو إلى غير اللي ظلموا الحسين عليه السلام واتهموه ما هو يقول كأني بأوصالي هذا كأني بأوصالي ترى حتى السنة رووها هذا الخوارزمي في المقتل رواية ليست في شيعية زين فقط حتى السنة رووها الحسين حدث عن مقتله إذا هذه ما تقبلها رسول الله حدث عن مقتل الحسين فالحسين اللي رايح يقتل يدري أن يقتل عند طلب للحكم مثلا أو للرئاسة أو شي سوي فيها أكو نص عجيب نص عجيب سبحان الله آخر رسالة كتبها الحسين لما وصل كربلة هذا خلي الآن أعطف كلامي على المقدمة حتى لا الروح بعيد آخر رسالة كتبها إلى محمد بن الحنفية يرويها ابن قولويه في كامل الزيارات إلى محمد بن الحنفية ومن قبله ومن كان معه من بني هاشم يقول له أما بعد هذه أقصر رسالة أنا أعرفها أقصر رسالة وأوجز رسالة ويمكن ما أبالغ أقول أعظم رسالة أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام شوف شنو هذا الحاجة هذا أنا ترى أحقر من أن أبين كلام الحسين نحن قاعدين نحاول نحاول أن نوصل إلى العمق الذي يريده سيد الشهداء الحسين لا يرى غير الآخرة يقول كأن الدنيا لم تكن أصلاً مو في حسابات لما خصوصاً هذه الرسالة قلت لك لما وصل إلى كربلاء يعني وصل إلى كربلاء وصل إلى النتيجة فالإمام المعصوم ما يرى غير الآخرة يعيش للآخرة ونحن يجب أن نعيش للآخرة إذا ما عشنا للآخرة في أي دائرة نكون شوفوا هذه دائرة نتحدث عنها الآن نجي إلى دائرة ثانية أنا قلت لكم أننا بعدنا في سيرة الحسين وخصوصاً أيام الأولى إذا ما كنا في هذه الدائرة نصير في أي دائرة وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إذا خرجت من جو الاستثمار للآخرة تقع في اللعب واللهو والإمام في كل حالاته في كل عمر صغيراً كان كبيراً منزه النزه نحن الأئمة سلام الله عليهم والمعصومين من اللعب واللهو الآن قد يجي سؤال في ذهن واحد يقول الشت سوي بهذه الروايات اللي تتكلم عن لعب الحسين أو لعب الحسن والحسين في صباه عندنا روايات تتكلم عن اللعب هو الآن أجي أعالج لك إياه بس أصبر لي شوية هو الإنسان متى يلعب الإنسان متى يلعب ترى الإنسان عنده حاجات نفسية في بناء الداخلي في أمان الداخلي في استقراره أول ما يولد الإنسان يحتاج حب من الآخرين حتى يبني نفسه الطفل اللي مكروه تتشكل عنده عقدة لازم يشعر بحب اثنين يشعر باهتمام من الآخرين شكر عبارات ثناء لازم يشعر بالانتماء الطفل إذا ما شعر بالانتماء ما يبني نفسه ما يصير عنده استقرار نفسي داخلي أطمئنان تعبير القرآن النفس المطمئن ما يصير عنده استقرار داخلي لازم ينتمي إلى أبيه ينتمي إلى أسرته ينتمي إلى عشيرته ينتمي إلى وطنه ويتبادل معهم العطاء يخدم بلده يخدم وطنه بعد ولازم الإنسان من حاجاته كذلك أن يبني شخصيته هذا ملكي هذه شخصيتي هذه أغراضي نحن لازم ننمي هذه القضية ويحتاج إلى أن يلعب لأن اللعب يجعل الطفل يتكامل الطفل يتكامل يبني مهاراته يبني سلوكه يتعرف على الأشياء المبهمة يتطور في مداركه طبعاً في ملاحظتين هنا مادام مريت أكو أكو له للطفل معهود يعني معروف بس إحنا اليوم وصلنا إلى مرحلة من لهو الطفل مو طبيعي جداً مثل الغرق في هذا ما يسمونه العالم الافتراضي هذا الأجهزة اللي تسبب الأمراض والتوحد وتسبب المشاكل أصبح الطفل يعيش في عالم مبهم مو عالمه مو في الواقع هذا يأثر على سلوكه يأثر على أخلاقه مو بس هذا هذا يأخذ الطفل منك هذا الجهاز بحيث أنت يعني هذا أنا قاعد أتكلم على واقع لو مواقع هذا اللي صاير بحيث أنت لا تقدر تربي لا تقدر تأمر لا تقدر تنهى ليش؟ مو قضية أنه أكو شريك وياك لا أكو عنصر مهيمن على هذا الطفل أكثر منك وهو هذا الجهاز زين؟ فالتحذير من اللهو واللعب المفرط هذه مشكلة تدري بعد أكو مشكلة ثانية شن المشكلة؟ أنه يكبر وبعده يلعب زين؟ كبر أنت خلاص المفروض تكاملت وبنيت نفسك وصرت ريال على قولتنا زين؟ بعده يلعب بعده يلهو بعده ما عنده هدف ما عنده غايات مو الإنسان يلعب إلى مرحلة زين؟ أنا إيش بقول من هذه المقدمة؟ بقول أن أن الإنسان العادي يحتاج إلى اللعب حتى يتكامل زين؟ الإمام المعصوم يحتاج أن يتكامل؟ هو كامل ما يحتاج فهل يحتاج إلى اللعب؟ مثلا أعطيك نموذج صلوا على محمد وآل محمد نموذج اللي المسلمين كلهم رووه أن الحسين عليه السلام ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد النبي ساجد وارتحل على ظهره وأطال النبي طبعا المسلمين ما عندهم ذاك الوعي اللي أنا الآن قاعد أطرح على هذا المنبر ما أدري أقول كلهم بعضهم ما أعرف ما يمتلكون هذا النظرة ليش؟ لأن أنا مستقيها من الزيارة الجامعة ومستقيها من روايات أهل البيت وهم ذلك لا زالوا يتعلمون فهو إذا يروي القضية قطعا يشوفها بسيطة يشوف القضية أن طفل يلعب ولا أنا أقول لك يعني طفل يلعب يقول أقبل هذا الطبران يرويه في المعجم ومصادر سنية وو إلى آخره أن الحسين الحسن والحسين أقبل وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يعني إذا يمشي ويعثر الطفل شم عمره يعني أقل من ثلاث سنين يمشي ويعثر سنة سنتين ثلاثة يقول النبي فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما إليه هذا تصرف عادي لو كان شخصية عادية اليوم واحد من الرؤساء لقيل أنه يلهو ويلعب لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلل تصرفاته لما يحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسين على صدره في المباهلة ما قاعد يلهو ويلعب لا النبي يقول للنصارى اللي جاءوا معهم الإنجيل والزنانير وشعار أمي يشوفون روحهم مثقفين وأصحاب كتاب ويشوفون العرب وأميين النبي يقول لهم إذا أنتوا جايبين الإنجيل وشعاراتكم أنا حامل الحسين على صدر شعار الدين حسين مني وأنا من حسين النبي كان صلى الله عليه وآله يركز على عمق في حركاته وإن كان البعض يشوفها يشوف هذه حركة طفولة وأكون مسامحة حتى في الروايات لأنه يقربون القضية إلى الأذهان فيستخدم أحياناً لفظ أنه لعب مثل ما يقولون مثلاً لهو العالم في الكتب هذه استعارات وكنايات المقصود فيها أن له هو بالعلم هذا ليس له لكن للمقابلة زين وموضوع اللعب الحسن والحسين ما يمكن أن يتحقق منهم ليش؟ لأنهم كمل إحنا شفنا الآن عندنا مثال رائع وراقي وكلكم مار عليكم وهو الإمام الجواد سلام الله عليه اللي استلم الإمامة وعمره سبعة سنين أو ثمانة سنين بعض الشيعة اللي هم بالمعرفة يعني ناقصين واحد اسم الواسطي يقول أنا دخلت على الإمام الجواد على محمد ابن علي ويعني ما دري شلون أقولها جايب لهدية للإمام جايب له تمثال يعني لعبة للإمام الإمام غضب الإمام الجواد عليه السلام ما لي وللعب يقول له أنت مو فاهم القضية هذا الإمام الجواد الذي أخرس العلماء وأثبت إمامته بحيث اللي قاعد على عرش السلطة وهو المأمون يتودد إليه يتقرب إليه بتزويج ابنته أم الفضل أثبت أنه ما كان عند محمد وآل محمد هو عنده صلوا عليهم الإمام لا يلهو لهو الصبيان الإمام لا يلهو لهو الصبيان ما عنده شيء عبثي ما عنده شيء غير مسؤول كل حكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وعند الإمامة عند الحكمة التي حكمة لقمان ما تجي قطرة في حكمة الإمام المعصوم سلام الله عليه فلما يرتح للنبي نرجع إلى المثال لما يرتح للنبي على ظهر النبي وهو ساجد النبي يريد يقول لنا يا جماعة الصلاة معراج المؤمن صحيح الصلاة معراج المؤمن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله عز وجل في الصلاة أعظم حركات الصلاة السجود لهذا يطيل يطيل النبي ترى إحنا نقتدي بالنبي تدري ليش يصير تصلي ما تخلي التربة الحسينية تشيلها وياك وين ما تروح أحملها معك شباب احفظوا هالكلام يقول الإمام الصادق أحملوها فإنها أمان والصلاة عليها يخرق الحجب السب النبي يعلمنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله الشخصية الأقرب إلى الله يتقرب إلى الله بحمل الحسين لهذا يطيل والحسين على ظهره فالحسين عليه السلام مملوء بالحكمة في كل تصرفاته في كل اختياراته صغيراً كان أو كبيراً لهذا يقول يأكد على هذا المعنى شوفوا شنو عمق الكلمات اللي يقول ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً هذه كلها ظنونكم أنتم البشر هذا حد علمكم تحليلاتكم ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي عليه السلام فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق زين؟ كل تصرفاته حكمة إجدت كتب أهل الكوفة يلا هذا الجزء الأخير من الحديث شوي التفت إجدت كتب أهل الكوفة اختار الحسين للمسائلة التاريخية من جهة وحتى يعرف صحة كلامهم من عدمه أن يرسل شخصاً من أهل بيته زين؟ وأما بعد فإن هانئاً وسعيداً قد قدم علي بكتبكم إلى أن يقول وإني بعث إليكم بأخي وابن عمي زين؟ وثقتي من أهل بيتي شوف الكلام ثقتي مسلمة بن عقيل زين؟ أنا أختار لهذه المهمة أي مهمة ليس قضية فقط أن يرسل للأخبار ما وضع أهل الكوفة الحسين عليه السلام حتى يؤثر هذا التأثير في العالم لأنه طاهر طهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك عشرة طهر شوف شلون الدقة الحسين الطاهر المطهر لازم يختار واحد يحكيه بالطهارة والنقاء لهذا مسلم بن عقيل أبرز بعض الأمور صارت ويا يبين أنه ليس شخصية عادية تشوف زيارة مسلم بن عقيل الشيعة في وجدانهم من الشخصيات اللي يعرفونها بعد الحسين يعرفون العباس صحيح؟ مسلم بن عقيل شوف زيارته زيارته تتاخم زيارة العباس سلام الله عليه منزلته عجيبة في إحدى فصول القضية في الكوفة أراد ابن زياد أن يزور شريك شريك هذا اللي يجى وياه لما دخل من البصرة إلى القادسية إلى الكوفة بعدين تمرض أراد عبيد الله بن زياد أن يزور شريك في دار هاني بن عروة يعني في مكان استقرار مسلم بن عقيل فصارت خطة أنه مسلم أنت أنهي الصراح بس توقف ورا هذا الخباء الستار من يقعد عبيد الله بن زياد أنت تهوي عليه بالسيف يدخل الحسين إلى الكوف ودخول الفاتحين ودخل عبيد الله بن زياد يعود شريك وطول حتى شريك قام يقول ما الانتظار بسلمة أن تحيوها مسلم أمسك ما تقدم ليش ما تقدمت يا مسلم إلى أن أحس عبيد الله بالشر قال أكو شيء يعني مو فاهمة في القادة هنا طلع لما طلع شريك قال لو قتلته كنت قد قتلت رجلا فاسقا ليش ما قتلته قال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك أنا متربي عند علي بن أبي طالب ورسول الحسين ما أغدر ليس من وراء الستر أجي أضرب واحد وأبني ناصر على غدر لأن علينا أمير المؤمنين عليه السلام يقول أطلب النصر بالجور ما يمكن ما في هذه الغاية تبرر الوسيلة وهذا المنطق السائد ما عندهم أهل البيت هذا المنطق أبدا طهر بعد عند مواقف ثانية مسلم بن عقيل عند مواقف قلت لك أنا دائما أقول لك أتصارع حوية الوقت مسلم بن عقيل لما أدخل كتافا إلى ابن زياد خلاص الآن خذوه مقيد إلى ابن زياد بعد أن المحاورة وكذا وإلى آخره مسلم بن عقيل عند دين يريد يسدده عند دين الله أكبر يعني هاي الفترة رسول الحسين والأموال تحت إيده وما مد إيده على أموال حسين ولا أموال الناس عايش بالدين مسلم من يصدق هذا الكلام عايش بالدين فأراد واحد يؤدي دينه شاف بالحضور ماكو أحد أقرب له من يعني نسبا فوق 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 بين بنو زهرة وبنو هاشم بينهم نسب اللي هو عمر بن سعد فقال له يا عمر بن سعد أبيك بكلمة كلمة راس مثل ما احنا نقول شنو قال له هذا سيفي بيعة زين علي دين أنا أربعمية درهم أنا من أجيت أصرف منه زين أصرف من هذه الأموال شوفوا هذه النزاهة وهذه هذا الطهر والنقاء اللي أثر مسلم كل هذا الأثر الكبير بحيث أن أمير المؤمنين يسأل النبي شوفها الرواية حلوة هذه إذا هزتك أنت موافق إذا هزتك الليلة أنت موافق أمير المؤمنين يقول يا رسول الله أتحب عقيلاً عقيلة حبة قال أحبه وحبين حباً له أنا أحبه وخوش إنسان والحب الثاني لحب أبي طالب له بعد أضعف النبي هالإضافة اللي هي بشارة يقول وإن ولده لمقتول في نصرة ولدك الحسين فتبكي عليه عيون المؤمنين المؤمنون هم الذين يبكون على مسلم ابن عقيل لما بقي وحيداً فريداً لا ناصر له ولا معين يقول الشيخ المفيد فأطلق جواده على أبواب كندة بس بعد ما يحتاج الجواد وكان ينقطع به الطريق فيرجع ما يدل المنطقة لأنه حجازي ليس من أهل الكوفة هو مقدار بقاء في الكوفة جداً قليل ينقطع به الطريق واستنفار أمني ليس الكوفة كلها مستنفرة حتى يقبضون على مسلم شاف امرأة تكثر الدخول والخروج عندها تنتظر ابنها عراد ذريعة يعني التفت إليها قالت قال لها يا أمت الله أنا عطشان سيد مهيب عظيم الآن خلّ ببالك خلّ ببالك خلّ المسلم بعينك راحت هذه امرأة مؤمنة جابت للماء ورجعت شرب الماء لكن ما مشى بعد شوية قالت له هذه ريبة عند العرب تقف عند داري إني لا أحلّ لك الوقوف على باب داري قال لها أين أمضي ليس لي في هذا البلد المصر أهل ولا عشيرة قالت قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيبع لمثلك وقفتك ببواب الأجناب شنّك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب له لك دروح القمر غرب والنجم دار روح بعجل له لك قبل لا يظلم الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسين يا هذا ما عندك بها البلد عزوه ولا رجاجي قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار اسمع 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 قالت هلك في وين قالها بالمدينة عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا مسلم أنا مسلم أنا وعمي على اللي يذكرون انت مسلم واخج لتاح يا مسلم تفضل إلى الدار على الرحب والسعة أدخلته إلى الدار من الليل إلى الصباح يناجي ربه عند الفجر أغفى لحظات وإذا به يرى رسول الله وعليا والحمزة والحسن وهم يقولون إلينا إلينا يا مسلم فأنت ضيفنا يوم غد أصبح الصباح علم به ابن زياد فأرسل محمد بن الأشعث فأرسل محمد بن الأشعث وتحت إمرته أربعة آلاف فارس الله أكبر أربعة آلاف في أزقة وطرق ضيقة اجت أول الصباح اجت طوعة تشجعه تقل له إن هاض لفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صنديد ويودوك لابن زياد ويزيد أريد أن مراجل عمك تعيد وتخلي جثثها تار سلبي قال حيا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني بعزم الله رجمع ليدي يجيني ما دام صمصام بيميني خرج مسلم يقاتل يقول الدربندي رحمه الله كان يقبض الرجل من تلابي به ويرمي به إلى السطح وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا استادوه كما يستاد الأسد إيش سووا؟ حفروا في طريقه حفيرة أرباب العزاء أيها مسلمة يقول لولا القضى والحيلة اللي يدبراها ترى مسلم غريب 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 هني يا للي يوني الليلة هاولا تتعب ولولا القضى والحيلة اللي يدبراها حفروا بميدان حفيرا وستراها بيها تقنطر والمحاس جرحوها وصاب ابن الأشعث ويحقال بمحجر العين وطوعة تنادي على السطح وش هالكسير ليتك حضرت تشوف يا شيخ العش عفية ابن عمك الموثوق طايح بالحفر وقعدوه مثل الطير مكسور الجناح رحم الله من نادى ومسلماء ضلت تحشمهم يهال كوفان رحموا هذا ابن أخ الكرار حيدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي شعبته اتقله كان اسلمت من كيدهم سلم على حسين اجاوبة مسلمها قلها يطوع اليوم ما تحصل سلا قلها يطوع اليوم ما تحصل سلا أوصيت شاني لها البلد طب ويتام قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجريت على الله النبي سيد الكون عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الأمن والزمان انت المعزة على مصاب مسلم وعلى مصاب الحسين عليه السلام أخذوا مسلم كتافا إلى ابن زياد ابن زياد عهد به إلى بكر ابن حمران أن يأخذه إلى أعلى القصر ويضرب عنقا مسلم ابن عقيل قبل أن يستشهد طلب أن يصلي ركعتين خفيفتين صلى ركعتين خفيفتين ثم بكى 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 قال والله ما على نفسي أبكي أبكي على الحسين أبكي لأهلي المقبلين يا ليت هالدم الذي مسفوك على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاء يا حيف منك محتضيت بساعة وداع قدمه بكر ابن حمران رفع السيف ضربه على عنقه ثم رمى بجسده من أعلى القاص رحم الله من نادى ومسلمه آخر مشهد وأسألك الدعاء أريدك تتوفق وياي الليلة مسلم ابن عقيل قبل أن يضرب عنقه إيش سوى سوى شيء إحنا نريد نشارك مسلم الليلة ها إيش سوى توجه إلى جهة مكة لأن تول حسين من فصل الثامن من ذي الحجة شهادة مسلم ابن عقيلها في يوم عرفة تول حسين من فصل من مكة التفت إلى جهة الحسين وسلم على الحسين قال السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير الليلة جمعة السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء الحسين قاعد كان ذاك الوقت للراحة مع أصحابه الجمع كل حوله مرة واحدة قام الحسين على قدمه وتوجه إلى الكوفة لو نتغير وصاح وعليك السلام يا مسلم بعدين راح إلى وين راح راح إلى مخيم النساء إلى الخيمة قال زينب زينب أين حميدة بنت مسلم أين حميدة بنت مسلم هذه حميدة أجد حميدة أجلسها في حجرة جعل الحسين يمسح بيده على رأسها هذه بنت معلمة قالت أبا خالي الحسين تمسح بيدك على رأسي هل فقد أبي هل قتل أبي قال لها الحسين عليه السلام بني حميدة من هذا اليوم أنا أبوك وبناتي أخواتك اسمع هذه آخر لقطة تسمعها منها التفتت إليه قالت يا عم يا أبا عبد الله أنت خير من وطأ الحصى أنت خير من وطأ الثرى ولكن ما أحلى البنت إذا ناداها أبوها باسمها سافر عساه عود ليا بالسلام وقعد بحجرة وينشريح صدري بكلام شنه سمعت عن والدي حلو الجهام قال هيا بنتي عنك بطي أقول لها يا أبا عبد الله الآن إجي في بالي إجي في بالي أقول لها يا أبا عبد الله أنت الآن تمسح على رأس حميدة باشر مني يمسح على رأس رقية وسكيلة ولي يا أخوي يا أخوي أتحيرت والله بيتاماك يا أخوي شوف شلون بيت هذا لم يبكها حميدة يعني لم يبكها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أني أسألك وأدعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج وسهل له المخرج اجعلنا من أنصانه وشيعته المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاج اللهم اقضيها لهم جميعا يا الله اشف مرضانا وتقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول وإلى روحه وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات ومن سلف من أموات هذا الجمع نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات